وإلى محافظة الجوف حيث شهدت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا الانقلاب غرب جبهة صبرين أسفرت عن مقتل سبعة من عناصر الانقلاب وإصابة أربعة آخرين وأكد مصدر ميداني أن المواجهات تركزت غرب صبرين بمديرية خب والشعف وبحسب المصدر فقد شنت وحدة المدفعية قصفا عنيفا استهدف مواقع الميليشيا وأدى إلى تدمير آليات ومواقع للانقلابين إلى ذلك شنت مدفعية الجيش في مديرية المتون قصفا مدفعيا استهدف آليات ومواقع تابعة للميليشيا في جبهة مزوية